استقالة وزير الخارجية اللبناني ضمنها الكثير من الأسباب في ما دفعه للاستقالة واقتطف منها ما قاله انعدام الأمل غياب الإرادة إلى أي مدى هو شخص بالفعل الأسباب الحقيقية التي تعرقل أي عمل سياسي أو عمل أي وزير تكنقراط وبالتالي استقال تحية بداية طبعا استقالة وزير الخارجية اللبنانية نصيف حتي هي خسارة للحكومة اللبنانية الموجودة بشكل خاص وللبلد بشكل عام نظرا لما كان يتمتع به حتي من مواصفات دبلوماسية من أجل قيادة السفينة الدبلوماسية اللبنانية بالطبع وصل حتي إلى حائط مزدود على أكثر من صعيد أولا لم يستطع أن يحقق أي خرق على صعيد العلاقات بين الحكومة اللبنانية والخارج وتحديدا الخارج العربي الذي كان فيه حتي صديقا وخبيرا باعتباره كان يحتل منصبا للبنان في جامعة الدول العربية بأي حال أما الاتجاه الثاني هو أن حتي استضم بالعرقيل الداخلية أعتقد التي واجهت عمله في وزارة الخارجية من قبل القيمين أو رعاة التيار السياسي الذي سماه لوزارة الخارجية أقصد هنا النائب جبران باسيل رئيس تيار الوطني الحر الذي له مستشارين وجيش في وزارة الخارجية وباقي الوزارات التي كانت من نصب التيار الوطني الحر بالطبع أن فحوى ومضمون البيان الذي تحدث به وزير الخارجية المستقيل يدل من حيث أرباب عمل يدل على أن هناك صداما حقيقيا حصل بينه وبين باسيل بالدرجة الأولى وبين آخرين قد يكون في أولهم رئيس الحكومة حسان دياب طبعا هي الاستقالة شكلت عملية صدمة سلبية للحكومة الموجودة باعتبار لا ينقص البلد أزمات اليوم ولا ينقص الحكومة صدمات التي تعاني من عدة أزمات مباشرة وغير مباشرة ولا ينقصها اليوم أن تأتيها هذه الاستقالة لتصيب الوهن عدد كبير لبل كل الوزراء الموجودين في داخلها ولأجل ذلك سارع لبنان رئيس الحكومة رئيس الجمهورية الرعاة الحكومة إلى تعيين وزير مباشرة وفي نفس النهار بعد ساعات من أجل أن لا يصيب الوهن الجسم الحكومي وليوح أن الأمور تسير بشكل إيجابي وبالتالي لن تؤثر سلبا على لبنان أما نحن من بابة أحليل السياسي والقراءة السياسية نقول فعلا أنها ستؤثر على لبنان وستؤثر بمزيد من الأزمات لهذه الحكومة التي لا تستطيع أن تنتش شيئا حتى الآن